عزة حكت لنا كلام كتير قوي عن جوزها اللي بيدرب ابنه وحكت لنا كمان عن حبها لابن جوزها اللي اعتبرته زي ابنها بالزبط بس ما جابتش سيرة ام الولد ده نهائي طب هل هي متوفية ولا اتطلقت ولو كانت لسه عايشة طب هي فين دلوقتي وليه ما خدتش ابنها يعيش معاها لو هي عارفة ان جوزها عامل كده طب يا عزة اهتميتي منك تقابليها قبل كده طب اهلك سألوا على اهلها قبل ما تتجوزي الراجل ده ما سألتيش طيب كان كويس معاها ولا وحش طب كان حنين كان بيدربها زي ما بيدرب الولد طب ساعتها بقى كان بيعمل ابنه ازاي وقتها الاسئلة دي كلها وراها الرد او السير الحقيقي لتصرفات جوزك ده مع ابنه وارد جدا يكون خرج من العلاقة دي عنده مشاكل او عقد او الست دي عملت فيه حاجة بيخلص طاره من الطفل الصغير ده اللي ملوش اي زند ده قرب تفسير وعايز اقولك بقى بخصوص اسئلتك اذا كنت يتكملي مع الراجل ده ولا لأ طب ايه التصرف السليم اللي المفروض ان احنا نعمله بتهيقلي الوحيد اللي ممكن يفيدك هو دكتور نفسي شاطر ولا انا ولا حد من اهلك لو هو بيحبك وبيحاول يرديك زي ما بتقولي وبيسمع كلامك الى حد ما هيروح معاك للدكتور هو اللي هيحدد حالته انت سمعت كمان دكتور مصطفى بيقولك ان هو عنده اضطراب يعني مش مريد نحمد ربنا الدكتور هو اللي هيقول محتاج يمشي على ايه لحد ما يتعافى او ان احنا خبالنا منه وزي ما هو كان بيقول نرقب تصرفاته انا مستغربة كمان انت حتى ما جبتش سيرة اهل جوزك يا عز وانت كمان ما سألتش على اهله وانت بتتجاوزيه هما فين في حياتك طب ايه رأيهم في اللي بيحصل طب لو حكيت لهم هيعملوا ايه طب هما ناس كويسين بجد ممكن يساعدوكي هيساعدوكي ان هو يتعالج ولا لأ غير كده وحياة ابنه كمان ممكن يكون بيعمل كده عشان انت موجودة وقبل ما تسبيه لازم تبلغي عنه نجدة الطفل او المجلس القومي للاممة والطفولة او تروحي المحامي او تعملي محضر عشان ابنه ده مالوش زنب ولازم حدي يتدخل ويلحقه سماتي كلام دكتور مصطفى في الفقرة اللي فاتت هو مستعد يساعدك في قصتك وانا عارفة من غير حتى ما نطلب منه حتى كمان استاذ كان معنا رجل القانون طبعا استاذ عبد الرحمن السماحي مستعد ان هو يساعدك وانا متأكدة ودي متأكدة من انها مليون في المئة هاستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها في ناس تفتكر انه الجدعانة بتاخدها او انهم ما يقدروا يغيروا الكون او انهم ما يغيروا حاجة وفي الاخر ما بيقدروش فبيتعبوا جمد او فتكرك كلمة دولها تتعبي تفتكروا عزة تعمل ايه اشتركوا في القناة